من ضمن الاسئلة كنت عاوز اعرف فرونت اند انجينير فريش او حديث الخبرة في نون. الحقيقة موقع نون من المواقع اللي نسمع انها تدي رواتب كويسة. لانه من ضمن الاماكن اللي انا بتعتمد على كاتجري الامارات يعني واخدى كده بعض الحاجات الخاصة بالامارات. فممكن يكون السالري ما بين اه تمنمية الى الف دولار بما يعادل طبعا بالمصر مش هسترفه بالدولار. ولكن في الغالب هنا هيكون دا لان الشركة بتدفع هنا بيكون ليها مكتب في مصر وهكزا. فدي من ضمن الرواتب. ولكن عاوز اقول للناس ان الرواتب ده يعتبر لي في ناس اقول لك ايه يا عم ده يشمعنا ده احنا خرجين ادارة ومحاسبة يا جماعة دي تخصصات ندرة ومطلوبة في السوق. دولي لا ندرة ازاي ما فيه? انه اصد التخصص نفسه هو ترندي جدا ومطلوب جدا لان هو اصلا موقع قائم على الانترنت مش معه يعني فاهمين? فلازم يبقى الايتي عندهم قوي جدا وناس شغالة في البروغرام الجهازين مواضيع. فخلي بالكو في الفين وتلاتاشر وكده اللي كانوا شغالين في البوزيشن ده كانوا بياخدوا تقريبا سبعة تلاف او ست تلاف. فده دلوقتي قيمة الشرائية بتاعتهم عاملة ازاي? فنسب المواضيع دي ولا تمدن عينيك يا ربنا وفاقك واكتبوا لكل خير.